بارك الله فيكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت يقول بارك الله فيكم كيف يتمثل المسلم بحسن الأخلاق في حياته وخاصة مع المسلمين يتمثل بمحبتهم والرفق بهم وإعانتهم وعدم المشقة عليهم وعدم المضايق أهلهم الأخلاق الحسنة والتعامل الطيب والمحبة والتعارف والتآلف وهو المقصود بالحج فهو مؤتمر عظيم يجمع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها في مكان واحد بلباس واحد في عبادة واحدة فهو هو ذروة آداب الإسلام وأعمال الإسلام العظيمة نعم ترجمة نانسي قنقر